أولاً يعني أن أتقدم بالشكر والتقدير لهذه الإسهامات العلمية الموضوعية التي عشناها على مدى ثلاثة أيام وهي بمثابة كشف حساب كشف حساب لرئيس الدولة ولحكومته أصر الرئيس على أن يقدمها للشعب بمكاشفة ومصارحة وعلى الهواء مباشرة وكان دائماً كثير المداخلات ومن يتابع مداخلات الرئيس يدرك أنه يعرف كل كبيرة وصغيرة بل كان يراجع عدد من الوزراء المختصين في أرقام محددة صحيح ويصحح هذه الأرقام نحن نأمن ونطمئن عندما يكون هناك رئيس واعي ومدقق ومتابع ويضع يده على كل شيء هذا أمر مهم جداً لأن هناك من القادة من لا تعنيه هذه الأمور وربما لا يستمع كثيراً وربما يطلب الاختصار كثيراً مبارح وحدة بالليل وقبل كده وقت متأخر وأصر الرئيس أن يحضر كل هذه الجلسات هذا يعني احترام للشعب المصري هذا يعني أننا أمام قائد وطني يعرف كل كبيرة وصغيرة في هذا البلد هذا يعني أننا أمام رجل موضوعي لديه من المكاشفة أمام الجميع دي واحد الحاجة الثانية أن الأطروحات التي تابعناها بدءاً من التقرير المطول للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مروراً بالمحاور المتعددة كل يوم كان فيه محورين وفيهم العديد من المسؤولين